عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صفرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا فأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن أجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصلفين قال انفخوا قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يوج في بعضهم وانفخ في الصور وانفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حوالا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تأمفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنه إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمدا صالحا فليعمل عمدا صالحا ولا يشرك ولا يشرك في عبادة ربه أحدا الله أكبر سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المهضوب عليهم ولا الضالين آمد لله رب العالمين كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا فهبني من لدنك وذيا يرثني ويرث من آلي عقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سبيا قال رب أن يكونني غلاما وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا ولك ذلك قال ربك هو علي هدين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب جعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث لياليا سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة معشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صفيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبهرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ورد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكونني غلاما ولم يمسس لي بشر ولم أكو بقيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء أهل المخاض إلى جذع النخلة إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا من ناسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد اجعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك رأسوء وما كانت أعمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكرم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتظون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانك إذا قضوا أمرا فإنما يقول لكم فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضادلين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلتهم وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكم في الكتاب لرهما إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سهيا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يبسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وديا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق وعقوب وجعب كلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكروا في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخوه هارون نبيا واذكروا في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكروا في الكتاب إدليس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عديا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من أدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا الله أكبر فقلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يرحون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالفا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدم التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا لا يسمعون فيها لغا إلا سلاما ولهم رسقهم فيها بكرة وعشيا وما نتنزل إلا بأمر ربك تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سبيا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من مقبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهل النمجثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عديا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ولذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بيناتهم قال قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خيرهم قاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمجد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوبا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين ما لهم ولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا الله أكبر سمع الله من حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ألعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر أن أوصلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهدنا وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا فكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مددا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أذبكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا من من خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استرا له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثفرا وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتا تحديث موسى إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدا فلما أتاها نوديا يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالواد المقدس طوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم صلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يسدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوفع عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها معارب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد بأزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن يقذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقيه اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة من ولي تصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الظم وفتناك فتونا فلبت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك بنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يبغى قال لا تخافا إنني معكما أسمأ وأرى قال لا تخافا إنني معكما أسمأ وأرى فأتياه فقولا إن يا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبه قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقا ثم هدا قال فما بال القرون العولى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سهلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا بي أزواجا فأخرجنا بي أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولمها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلف نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا فتغلى فرعون فجمع كيدا ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فنسكتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرا بينهم وأسروا نجوا قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلحا يوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعسيهم نخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم لو قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نغصرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أنتقا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا علي من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربا مجرما فإن لو جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك له الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعباد الفضر بلهم طريقا في البحر يبسا يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنودي فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قوما وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الألمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل علي غضبي فقد هوا وإن لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا وما أعجلت عن قومك يا موسى قال هم أولئ على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين فرجع نوسى إلى قومه غبان أسيفا قال يا قوم ألم يعيدكم ربكم وعدا حسنا أفطول عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حمنا أوزارا من زينة القوم فقدفناها فكذلك ألقى السامرين فأخرج له عجلا جسدا لهم خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يرلك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هاروم من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبره علي عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هاروم ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي قال فما ختبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبطت قبطة من أثر الرسول فنبطتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليك فلنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء معلما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبقوا وقد آتيناك من لتنا ذكرا الله أكبر سمع الله لمن حلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمون كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لتنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة نسرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في السور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قرعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأسوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وخشعت الأسوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا ومن يعمل من الصالحات يومئذ لا تنفع الشفاة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون في علما وعنت الوجور للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هبما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعال الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل واب سدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس آبا فقلنا يا آدم إن هذا عجو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعقى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وأعصى آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتي أنكم مني هدى فمن اتباه هدايا فلا يطل ولا يشقى الله أكبر سمع الله لمن الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأذنها ولولا تلمت سدقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل كدوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأقراف النهار لعنك ترضى ولا تمد النعينيك إلى ما متعنا به أسواجا منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم يأتيهم بينت ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى كل كل متربصوا فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيم وتكبيرا المتفرد بتصريف الأخوال على الترسيل والإجمال تكذرا وتدبيرا المتعال بأظمته ومجده الذي نزل عليك الفرقان تنزيلا وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا الذي أرسله إلى جميع الثكلين لإنس والجن بشيرا ونذيرا ودائي إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم إنا أبيلك بنوا أبيلك بنوا إمائك نواسين بيدك ماذي فين هكومك أدلوا في نكضاءك يا أرحم الراحمين اللهم نسألك من كل اسمه ولك سميت به نفسك أو أهزته في كتابك أو ألمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب إنك أن تجعل الكرآن الأظيم ربي أقلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وكموبنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وألمنا منه ما جهلنا وردقنا القتلى وتوناء الليل وأطراف النهال ألا الوجه الذي يذيك عنا اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهنيك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونفن عليك لخيرا نشكرك ولا نكفرك ونخلأ ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجده وإليك نسأى ونحفظه ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار منحقه اللهم لك لحمد كثيرا ولك الشكر كثيرا لك لحمد بالإسلام ولك لحمد بالإيمان ولك لحمد بالقرآن ولك لحمدك ما ينبغي لجلالك وسلطانك العظيم وقولك لحق مبين ندعوك يا ربنا بأنك أنت الله ونشكوك يا ربنا بأنك أنت الله ونعبدوك يا ربنا بأنك أنت الله ونتوكل عليك يا ربنا بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحده يا مولان ويا ربنا ويا سميء الضوى اللهم هدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أطيت وكنا وكفنا شر ما كضيت فإنك تقذ ولا يقض عليك وإنه لا ذل من وانيت ولا يئز من آنيت تبارك ربنا وتأليت فلك الحمد على ما كضيت ولك الشكر على ما أعطيت اللهم إنك أفو تهب لأفو فأفو عننا اللهم إنك أفو تهب لأفو فأفو عننا اللهم اغفل لنا يا غفور الرحيم ربنا ظلمنا عنفسنا وإن لم تعفل لنا وترحم لنكون من الخاسرين ربنا ظلمنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا أن تسبحانك إنا كن من الظالمين ربنا نفل لنوالي والدين وللمؤمنين يوم يقوم الهسام حسبنا الله ونئم الوكيل حسبنا الله ونئم الوكيل حسبنا الله لا إله إلا هو ألاه توقعنا وهو رب العرش القريم ربنا تقبل صلاتنا وسيامنا وتوباتنا وقيامنا وقراءتنا ودعاءنا يا إله الأولين والآخرين اللهم بارك لنا في ديننا وبارك لنا في بيوتنا وبارك لنا في أمهاتنا وبارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في بناتنا وبارك لنا في إخواننا وبارك لنا في أخواتنا وبارك لنا في أرزاكنا وبارك لنا في أحوالنا اللهم ارزقنا رزكنا حلالا طيبا بارك يا خير الرازقين اللهم ارزقنا فإنك رزاك ذلكوة متين ضبا أجنى في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وكنا عذابنا وصلى الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم